سلام الأمل اللي بيخلينا حسين أن الأمل لازم يفضل لأننا محل النظر محل نظر مولانا سبحانه وتعالى وإحنا ماشيين في طريقنا وعندنا مدد ربنا لما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا سيروا ونظري يملأ حياتكم بالمدد قال لنا سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون فلما تعرف أن حبيبك سبحانه وتعالى نظر إليك يزيد فيك الهمة وتحل فيك البركة وتمشي بمدد الله وبنور الله في طريقك وفي سعيك ومتوقفش أبدا وتحس أن أنت في كل لحظة من لحظاتك عندك أمل أن ربنا سبحانه وتعالى هيحقق لك موعوده بإيه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه بماذا بإذنه بنوره ببركته بعطائه بوده كريم سبحانه وتعالى وأنا هنا أحب أفكركم بقصة الرجل اللي أتل تسعة وتسعين نفس وكملهم بالمية لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إني قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة؟ فقال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له إنه إني قتلت مئة نفس فهل لي من توبة؟ فقال نعم ومن يحل بيني وبينها؟ قال انطلق إلى أرض كذا وكذا فإنا بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا وصل إلى نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة إلا ملائكة الأرض اللواء رح لها وملائكة العذاب في الأرض السوء اللواء فيها فقالت ملائكة الرحمة جاء تأيبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاه ملك في سورة آدمين فجعله بينهم حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فوله فقاسموا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد الأرض الطيبة فقبضته ملائكة الرحمة حديث منتفق عليه وفي رواية الصحيح فأوحى الله إلى هذه الأرض تباعدي وإلى هذه الأرض تقاربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له بشبر شبر القصة دي بتعلمنا حاجة مهمة قوي إنك حتى لو وصلت إلى حد الهلاك لو وصلت إلى حد العلاك ربنا ينجيك ويخرجك من الهلاك لازم تفضل عندك أمل ولازم ربنا سبحانه وتعالى عندك أمل أن ربنا يخرق العادات حتى لو عادت الزنب اللي أنت أدمنته ربنا يخرجك من هذه العادة لازم يفضل عندك أمل لأن الله فعال لما يريد وليه تاني ولأنك عند الله غال زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فالحبيب لا يضيع حبيبه والصانع لا يهلك صنعته إيبا أنت لازم تعرف ده ربنا قال لكل المخلوقات لو خلقتموهم لرحمتموهم خلي عندك أمل